اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مجداً من صنع أيدينا من أجلك يا من أجلك يا يا طني جيش التحرير وجبهته كان ضوءين بداجينا قال في البدء كرامتنا والشعب يصود هنا فينا خيرات الشعب نقسمها فينا بالعدل لموازينا والدعه المطلق نبذله للشعب الرافضي تجينا من أجلك يا من أجلك نحن نحن أجلك 11 أحد ونحن ندى ونجد 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 لا ونجد 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 نحن ن PM أنا الوالد ربي يرحمه أو معدده للجماعة سجل هذا اليامات في واحد سلسلة وثائقية زيادة وزارة المجاهدين الذي يوشح في السعيد عرب ونجد في هذه اليامات من السياق من المعتقالات المناحق فرنسا الاستعمارية أنا الوالد رأو خرج في الحلقة السابعة وينتكلموا على معتقل قصر الطير في السطيف الوالد كان معتقل فهم كي كان حياً الوالد توفى في دومي ديزويت كي كان حياً يظل يقول لي فتشلي على الشارط رأو دار هولنا سايد عالمي شوه علاقل نشوفه ما شافوش خوفار بيرحمه خرج داروه بمناسبة لذكرات من يوستين لين دار على الثورة في هذه الخفرات أنا متعطش الحواج هذا وانا بيدوري شكر للأخت يعني في كل مرة جيب لي مجموعة وحنا ما عندنا حتى مشكل أنا نشاور المجاهدين بناء الشهداء المير قال نمشي ونمشي الله ما عندنا حتى مصبحنا نستنو فيها يا تحضر في روحة وحنا في المكتب نقصروا نستنو فيها يعني ما كان حدا تتوف حطوا في بالكم باللي ما كان حتى مشكل رانا جينا بكل إرادة وبكل حرية ما دفعنا واحد ما بالعكس رانا شوفنا أمور يعني الله يبارك وعلى بال كين أمور كين أمور كين معطيات شوف كي يكون تقاطع على المعلومات كنت تحكي على أمور أنا على بالي بها في جهة واحدة أخرى صحب يعني قاطعنا في معلومات نقطة انتقال صحب إذن الأخت رئيسة لنا نغلط فيها هذه ما نقولها الأكاديمية وهي تمسيقية أبت إلا أن تكرم أولاد وأحفاد المجاهد القراء علي شرفني باش أكلب بهذه المهمة هذه رفق السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي والسيد الأمين البلدي لابناء شهداء حاجة رمزية في المستوى الله الرحمن الرحيم سيدة عايش شهرة رئيس تنسيقية الوطني المجتمع المدني وليل تعرف اليوم ارتأينا النظور عائلة مرحوم بقرة محمد المدعو البكاري في بيته وذلك للإطلاع على مختلف الوثائق التاريخية والثورية اللي كان بيحوز المجاهد المرحوم وهذه الوثائق إنها تخص جزء من تاريخ بلادنا ونتمنى في هذه النظر نشكر الأبناء التي حافظوا على هذا الإرث والموروث التاريخي لبلادنا وبالمناسبة قدموا لينا أولاد المرحوم نسخة من هذه الوثائق التاريخية ونحن بدورنا سنسلم هذه الوثائق نسابة نشكر أبناء سلمنا أولاد المرحوم وثائق تاريخية تعود للحقبة الاستعمارية قبل الاستقلال وكذلك بعد الوثائق لتقلدها المرحوم بعد الاستقلال ونحن بدورنا سنسلم هذه الوثائق لجهات المعنية وإن شاء الله ستكون في المتحف لولايد الطرف اليوم سنجينا في دار المجاهد بقرة محمد المرحوم في دار أولاده وكرمناه والسلام عليكم السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة السلام عليكم في مرسلين نشكر لسيد رئيس الديرة لزيارة طيبة كذلك الأخت شهرة رئيس التنسيقية المجتمع مدني بلاي الطرف كذلك السيد رجم رئيس البلدية المجتمع البلدية الدرعان الأخوة المجاهدين الأخوة الأحباب والأصدقاء لنرذوا ونجاهدوا وخدموا مع الوالد وحضروا معنا اليوم التكريم للوالد الله يرحموا الحاج بقرة المدعو وقت الثورة محمد البكري فبارك الله فيها مع هذه الالتفاتة ونشكرهم باسمي الخاص وباسم العيلة شكرا جزيلا وبارك الله فيها من الله الرحمن الرحيم أنا أمين منظمة ابن الشهداء لدائرة الدرعان كرمنا بقرة مجاهد ثوري مجاهد ملك دم كرمنا العيلة تيعو ونشكروا العيلة تيعو ونشكروا رئيس دائرة نشكروا رئيس بلدية التنسيقية لعرضتنا ونشكروا المجاهدين أكل الحيين